السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير من يمتا نقول الجمعة ضروري من شي طبيعة ديال قوتي معتبرة اللي تشاركي معا عائلتك ولمة الحباب انحضرو معا بعض وصفات متنوعة مالحة حلوة بشهيوات من دكش اللي تيبغي خاطركم سهلين سريعين في التحضير اقتصاديين والبنة بلا ما نهضروح لها نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وخليكم معايا حتى الاخير يلا نبدو بسم الله بسم الله اول وصفة غديمت التحضير ديالها اللي هو الكيك في الاناء درت ربعة ديال البيضات دائما البيض يكون بحرارة ديال المطبخ انضيف عليه كاس ديال سكر ما يعادي المياه وخمسين كرام كذلك واحد الكيس ديال السكر من السم بالفاني وهدي نطرب جميع المكونات مع بعضياتها حتى كيتضاعف لنا الحجم ديال الخاليط وكيبيض سوف نكتفي بهذا القدر هذا من تطرب ديال البيض والسكر وهذا نضيف من بعد كاس ديال الزيت ما يعادي المياه وخمسين ميلي لتر دائما نحن نضيف الزيت شوية بشوية وكانبقوا مستمرين في التطرب نضيف كذلك واحد العلبة ديال الياغورت بالنك هاد الفاني اللي تكون بحرارة ديال المطبخ او ممكن تعودوها بكاس ديال الحليب سوف نخلط كذلك ذاك الياغورت مع باقي المكونات سوف نكتفي بهذا القدر هذا من تطرب باش ديك ساعك نضيف المكونات الجافة سوف نضيف واحد القبيصة ديال الملحة وسوف نضيف واحد الكيمياء ديال الدقيق انا دقيق راني مغرب لها من قبل تقريبا دقيق سنضير ديك تلتميات جرام ديال الدقيق او حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته وش متوسط كبير المهم على حساب نضيف كذلك جوج ديال الأكيس ديال الخميرة ديال الحلوة في المجموع 16 جرام سوف نكتفي بهذا القدر هذا ما سوف نزيد دقيق سيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا يعني ديال الكيك ما تيكونش خفيف بزاف وما تيكونش عوثاني تقيل يعني تهبط لنا واحد الخيط هكك ما تقيل ما ما خفيف سوف نخلي جانبا ونجيب واحد زليفة او واحد الإناء سوف ناخد فيه كمية من الخليط ديال الكيك ديالنا باش غادي نضيف له حبيبات او شوكولات فرميسيل سوداء باش هي يعني هات الخليط هاد غادي نحضره منه واحد لي ميني كيك اللي جاو رائعين رائعين بساف بكريمة اللي بسيطة وتيجي الشكل دياله مكراقي وبرستيجين اللي شافهم هكا في المنظر يقول منعف باش مصيبينه هما حاجة بسيطة جدا سوف ناخد كمية هكا ديال الخليط درهم ديال شوكولات فرميسيل كان خلطت ميسيان وغادي نديرها في هاد ليمول هادو صغيرين اللي تيكونوا هكا فيهم واحد تقب في الوسط او تقدروا تديروا اللي مول العاجيب الصغار ديالهم اللي كان متوفر عندكم طبعا بنسبة اللي مول فرني دهنتهم بزبدة ورشيت عليهم شوية ديال دقيق وكنبقى كنصب فيهم الخليط ديال الكيك ديالنا دائما تلوتين ديال المول الفران عني شعلته من قبل كي يسخل درجة تكون 180 درجة سوف ندخل اللي ميني كيك ديالي هم اللي ونطيبو تقريبا كي ياخدوا ديك 25-30 دقيقة في الطياب ديالهم باش عد ديك الساعة غادي ندخل مورا هم الكيك الكبير باش هكا يعني ما نبقاش نحل الفران ونسدو يقدر ما يهبط لي الكيك ولا شي حاجه سوف ندخل هنا يا الكيكات ديالي الفران انا درت ثمانية ديال اللي ميني كيك اما بالنسبة الكمية المتبقية ديال الخاليط سوف نسمو هكا بالحامض درت له واحد المبشور ديال حامضة والعصير ديال الحامض كنخلط مسيان باش ديال الكيكة هدي من السما بالحامض واللولين فيهم حبيبات شوكولاتة ومن السمين بالفاني سوف نخلط مسيان زيت واحد شوية ديال الدقيقة تقريبا واحد المعلقة كبيرة هكاك ومباشرة غادي نصب الخاليط ديالنا في المول هذا طويل اللي دهنته بالزبدة ورشيت عليه دقيق فالطول دياله هو 28 سنتيم سوف ندخل المول ديالي التلاجة على ما يطيبوا لي الميني كيك ديال الساعة نخرجهم وندخل الكيك ديالي كيطيب طياب عادي يعني حتى يعني كيطيبنا من الداخل ويتحمر لنا من الجوانب ودك الساعة كنشل عليه من الفوق فهذه الأثناء غادي ندوزوا باش نحضروا العجينة ديال المسمن في الإناء أنا كنت وزنت 500 جرام ديال تقيق الأبيض انضيف عليه 250 جرام ديال الفينو أو الساميد ناعم سوف نضيف واحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلوة من وزن 8 جرام معلقة صغيرة ديال السكر ومعلقة صغيرة مع مراش ديال الملح نضيف كذلك واحد معلقة او جوج معلقة كبار ديال الزيت النباتية وهو اختياري بغيتو تديروه دياله ماشي مشكل وصافي غدا نضيف واحد الكمية ديال المدافي وغدا ندير الإناء ديالي في العجانة نخليها كتدلك مزيان تقريبا ديك عشرة ديال دقايق هكاك حتى يعني كنحسطو على العجينة اللي كتكون مدلوكة ارتباب هات الشكل هذا ويمكن طبعا راح كل شي كي يعرفي هي يحضر تبارك اللهل العجينة ديال المسمن مش شي شي حاجه لي 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 لديه سافيك ندهني ديال بشوية ديال سيت وغدا نبدع كنشكل كويرات انا بهذا العجينة هاتي غدا نشكلها كا اه اه تمنية ديال الكويرات يعني متوسطين في الحجم يكون فيهم ديك اه 80 او مية تقرام في الوزن ديالهم باش قاعد نحضر منهم بسيمانات والعجين المتبقية نقسمها الى نصفا باش يعطيوني واحد جوج ديال الكورات كبار او متوسطين باش هما اللي غدا نحضروا بيهم لسيقاع ديالنا سفينا بعد ما كملت شكيل ديال العجين ديالي غدا ندهن الكويرات ديالنا بشوية ديال زيت النباتية وغدا نغطي العجين بلاستيكا ونخليه جانبا كتر تحت قريبا ديك نصف ساعة او الوقت اللي غدا نحضروا فيه الحشوة بسم الله بنسبة الحشوة في مقلات درتنا واحد البصلة متوسطة اللي قطعتها الى مربعات مع واحد جوج فصوص ديال التوم انضيف عليهم شوية ديال زيت الزيتون انا دائما وليت هكا تنستعمل زيت زيتون اللي من السماء بالاعشاب غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف الانسي تفكروني حي دائما كنسن نحط الروابط في صندوق الوصف ضبطها كواحد الوريقة ديال سيدنا موسى وخليت حتى نزلت لي ديك البصيلة مع التومة ومن بعد غدي نضيف لها القرعة مع الجزار اللي حكيتوها كفشيها الغليضة غدي نضيف كذلك لحبة ديال الفلفلة حمراء انا كنت هنا شويتها تطوح لمادق رائع يعني مغاير على اننا نقطعوها هكا يكا خضراء ونضيفوها يعني هكام شوية هي جربوا هاد الحشوة فاكيد اكيد متأكدة غدي تعجبكم ما فيها لا دجاج لا طون لالكفتة للتحاجة وجات الديدة بالسف سوف نخلي هكا هاد الخضر هذي يعني كتشحر وكتتبلش شوية و يعني كيدخلها الطياب سوف هنا بعد ما هكا الخضر ديالي انزلت شوية ودخلها الطياب هاد نضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال السلسة ديال السوجة وهي اختيارية وغدا نضيفو الشوية ديال الملحة وشوية ديال فلفل اسود او الليبزار وغدا نسموها الحوشوة ديالنا بالتوابل ديال السمك او ممكن تديروو التوابل ديال الجاج او كتديرو التوابل ديال الكفتة او كتديروو الضماء ديال لبنا لانتو ما كنتوا كتتعملوو الضماء توتطيبنا سوف نضيف الزيتون مقطع جيدا سوف تكون الحشوة جاهزة سوف نضيف الحشوة جانبا تبرد سوف نضيف المسمن سوف نضيف المسمن سوف نضيف المسمن سوف نضيف المسمن أتجري العجينة بزيت الزيتون و هذه الشيء التي قلت حتى أطبع العجينة مرحبا سياراتها تقوم بشكل مباشر و سياراتها كنت أخذت العجين الزيتون خليط و زيت نباتية لتقوم بشوش عدتها بالزيت الزيتون سطح العمل من العجين لا تريد أن ترقوا بزيت سيتون تدوب الزبدة و تدهن الزبدة و ترشع لها و تكملوا بقية الطريقة ثم اطلقت العجينة جيدة قسمتها إلى نصفا و من بعد كل نصف قسمتها إلى 4 قسمتها إلى 8 ديال الأشريطة يعني كل العجينة ستعطيني 8 ديال السيجا يعني في المجموح حصلت على 16 ديال السيجا سوف ندير في كل شريط تقريبا واحد لمعالقة كبيرة تكون عامرها كاية منها الحشوة و ندير بنفس الطريقة الباقي الأشريطة و نبدأ في التشكيل ديال السيجا نأخذ العجينة نغطيها بها الحشوة ندير واحد جوش ديال اللويات و من بعد نجمع هكا الجوانب باش نتفادوا أن الحشوة تخرج لنا مشنا و نبقوا مستمرين كاللويات هذه طريقة الأولى و من بعد عود ثاني ندرت واحد بلا ما جمعت الجوانب يعني بديت كاللوي عادي سوف نعود معكم واحدة أخرى نغطيها كالحشوة بالعجين كاللوي واحد اللويات أو جوش ديال اللويات و نجمع الجوانب بهاد الشكل هذا و نبقى كاللوي فالعجينة راها رقيقة يعني و فاشطابوا هادلي سيغار جاو مقرمشين من برا و يعني و مورقين من الداخل ماش تشقاع فيهم حس العجينة ولا شي حاجة بنسبة للطريقة الثانية فتنتوا هكا غير الجوانب يعني ديال الحشوة هولي كان نغطي و كان بقى يعني بحالي لكن هز ذاك اللي سيغار كان هز العجينة و كان نتلوي كان هز و كان لوي يعني بحال العجينة كتزيد تمدد كتزيد تعطيني الطوع أكتر في التوريق يعني بلا ما حتاجت أنا ننطويدوك الجوانب يعني هكا جاهد شكل هادا التاني هالطريقة التانية جاء أعاطي شكل أحسن و ما جادش يعني العجينة كتيرة في الجناب مهم أنا بقيت مستمرة بنفس الطريقة اللي حتدرس بيها الشكل التاني يعني كان نجمع غير طرفين في اللول و كان بداك اللوي بلا ما كان طويل عجينة كاملة يعني الجناب ديالها سافي هادا نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتنكمل تشكيل ديال لسيغار ديالنا كاملين سافي هنا بعد ما كملت شكل ديال لسيغار فكانت بقاتلي واحد شوية ديال خالد ديال زيتون و زيت نباتية ضفطلو شوية ديال السلسة ديال السوجة او ممكن تدير واحد شوية ديال تحميرا او البابريكا و دهنت بيهم هكايا لسيغار ديالنا من فوق و طبعا انتم اللي بغيتو تدهنوا بالبيض لكم الاختيارة سافي و زينتم هكايا بشوية ديال سمسم الابيض او زنجلة البيض او زنجلة البلدي المهم تزيين ديك ساعة لحسب اللي بغيتو تقدروا تدير وريقة ديال المعدنوس او شوية ديال البابو او السانوج اللي كان عندكم سافي الفرن اللي شعلته من قبل كي يسخل درجة تكون مياه وثمانين درجة دخلت صينيات ديال الفرن شعلت عليهم من تحتهم الفوق دفعة واحدة النار تكون متوسطة الى هادئة باش طبلينا العجيناحته من الداخل ويجيون محمرين وطيبين مزيين ومقرمشين ونزلوا الان باش نكملوا التزيين ديال الكيكات ديالنا تكون هذا هو الشكل ديال الميني كايك بعدما طابو خليتهم جانبا كي يبردوا هذين ندلهم واحدة رشيشة خيفة ديال سكار غلاسي بغيتو تديروه ديال مشي مشكل ونزلوا الان باش نحضروا الكريمة باش غدا نعمروا هاد الميني كايك دوبت هنا يدوك الخمسة ديال الحبات ديال الشكلات ونضيف عليهم هنا دانت شوكولات ونخلط مزيين حتى ينسج ملينا مزيين داك دانت مع الشوكولات ونحصلوا هكا على واحد الكريمة ديال الشوكولاتة كتجي الديدة وبسيطة واقتصاد ديال في متناول الجامع سافي ونبدأ كنعمر الكيكات ديالنا يعني في الوول كنضيرها كاي واحد لمعالقة صغيرة في كل واحدة باش تكفين الكريمة وعدك الساعة الكيمية اللي بقات غدي نعاود نبقى كنزيدها في باقي الكيكات وكلمسة اخيرة غدي ندير دوك الانصاف ديال الكركاح إذا تعطاها واحد المنظر جميل وراقي وكشتو طريقة تحضير ديال هارها مكونات اللي بسيطة ويني كيكات اللي عادي جدا غير شكل دياله مكا جا واحد شكل بريستيج سافي اما بالنسبة للكيكات ديال الحامض انا صراحة ما كونش عوالا ديال هاشتزين كنت خليها هكك غير حد شوية تحمرت لي مع بقات عاطية ديال ريحة ديال الحامض في الدار وعجباتني حتى واحد شوية تفكرتها كانت شوية وما يزيد التحرق لهذاك الوجه ديالها من الفوق مهم قلت علش ارى نغطيه لهذاك الهيب دهنتها كيب شوية ديال الموربة ديال المشماش وغادين نرشع لها شوية ديال الكوك او تقدرو ترشع لها غير شوية ديال سكر غلاسي اللي بغيتو او تديرو لوز افلي لكم الاختيار مهم انا درت السهل الممتنع والبسيط سافي هناك يكونوا الكيكات ديالي راهم جاهزين اخر شي بديت هكا كان طيب غير المسمن ديالي ورديت الكويز ديالتي ديالنا بشي طيب سافي وتنكون هكا سالية جميع التحضيرات والوصفات ديالنا وهكا تنكون وصلنا نهاية ديال فيديو ديالنا ديال اليوم بسمن ديالي بعد ما طاب يعني بسمن عادي جدا ما فيه شي حاجة جديدة ولا شي حاجة اللي ميني كيك ديالنا اللي جاو هكا شكل ديالهم راقي وجميل و جاو خفاف و لدد بساف اللي سيغار ديالنا بعد ما خرجوا من الفران تيجوا هكا محمرين بلا بيض بلا التحاجة و محتاجين نفرقهم لبز بتالب والو و حشوة الاقتصادية غير بالخضراء و جاو الدد بساف سوف نقسم معكم هاد اللي ميني كيك باش تشوفوا الكريما كيف تجي كيك تيجي خفيف و اسفنجي تيجي و الدد غير جربوهم أنا متأكدة غادي يجبوكم اما بالنسبة اللي سيغار ديالنا فهذه الطبقة الخارجية تجي هكا مقرمشة و الداخل تيجي و عامرين بالحشوة ما كدجي جاع فيهم حس العجينة ولا تيجيو مع عجينة ولا شي حاجة غير جربوهم بهذا الحشوة او باي حشوة بغيتو ديروها اللي بغيتو كانوا هادو هما الوصفات ديالنا دياليوم نتمنى يكون عجبكم تكونوا استفدتم معي في هاد الفيديو ولو بالقليل في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم ما تنسونيش مصالح الدعاء بصحة و الراحة و الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم